أولا موظيفة التخطيط للعمل المدرسي التخطيط مفهوم قديم مارسته المجتمعات البشرية بأشكال وأنماط مختلفة كما أن التخطيط أشار إلى القرآن الكريم بقوله تعالى وعدوا لهم مستطاعة من قوة وهو إشارة بعملية الإعداد والاستعداد وهو يدخل من السياق للتخطيط وهناك توقيه لرسولة الصلاة والسلام للعرابي الذي ترك ناقته أمام المسجد فهربت أو ضعت قال له الرسول عليه الصلاة والسلام اعقل وتوكل يعني التوكل لوحده لا يكفي مثل هذه الأمر التخطيط عملية ذكية وتصرف ذهني لعمل الأشياء بطريقة منظمة وهو عملية منظمة وواعية لاختيار أفضل الحلول للوصول إلى أهداف معينة وهو التفكير قبل العمل وهو التفكير قبل العمل التخطيط يعني اتخاذ قرار مسبق حول ماذا نعمل متى نعمل كيف نعمل ومن يعمل يعني لاحظوا في السؤال أول ماذا نعمل النتيجة الإجابة على هذا السؤال هو تحديد الهدف سنحدد الهدف يعني إذن التخطيط له علاقة بالأهداف متى نعمل سنحدد الزمن الذي سنبدأ فيه بتنفيذ العمل كيف نعمل سنحدد الطريقة والإقراء لأداء المهمة والعمل ومن يعمل له علاقة بتحديد الأشخاص والخبرات التي نحتاجها لتنفيذ المهمة والعمل ومن التخطيط العام نشأ التخطيط التربوي في التخطيط نفرق بين التصور الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها وبين مجموعة التدابير والإجراءات لتحقيق الأهداف يتضمن التخطيط الخصائص العامة التالية هذه خصائص عامة سنتحدث عن شد خصائص للتخطيط التخطيط أول خاصية للتخطيط تعبر عن أن التخطيط محاولة واعية لاستشراف المستقبل والتنبؤ باتجاهاته الخاصية الثانية التخطيط أسلوب علمي يتجه إلى تحقيق أهداف محددة الخاصية الثالثة يقوم التخطيط بتعبية الموارد سواء كانت طبيعية أو بشرية أو فنية لإحداث النمو الخاصية الرابعة يتسم التخطيط بالواقعية والشمور والمرونة والاستمرارية الخاصية الخامسة يسير التخطيط في الاتجاه المحدد سلفا ووفقا لجدوى الزمني مقدر الخاصية السادسة الخطة هي وضع التخطيط في صورة برنامج محدد بمراحل وخطوات وتحديد الزمان والمكان والموارد المتاحة والأهداف التخطيط وخط في الزمن إذن هو منهج يعني في أي وقت يفترض النقطة لكن الخطة أن نضع نحدد يعني برنامج محدد بمراحل وخطوات وزمن عندما يكون عندنا مهام محددة عندنا زمان محدد عندنا مكان لننفذ فيه هذا المكان حددنا الموارد المتاحة عندنا أهداف سنة سعية لتحقيقة في زمن محدد هذه تسمى إيش خطة